أرجع أقول دافع أساني حاقد على النظام لسبب إيران حاقد على النظام لسبب الحرب العراقية الإيرانية ومعها جماهير أخرى حاقد لإعدام الشهداء الصدر ناس حاقدين عليه لأنه قتل فلان لأنه عذبهم ناس حاقدة بسبب الإقصاء ناس حاقدة بدوافع طائفية ناس حاقدة بسبب ما سوا في حلبشة ناس حاقدة بالطريقة التي كانت عامل القوات العراقية الناس في إقليم كردستان قبل 1990 اجتمعت كل هذه العوامل ولكن في بداية العمل المعارض اللي أنا أقول لك يا كان المخرج موجود في مؤتمر صلاح الدين 92 يعني كنت موجود كان الدور الأمريكي والإيراني واضح وكانوا قاعدين بفلل أثناء المؤتمر يعني كانوا موجودين يقعدون بفلل على خط واحد إيراني كل واحد قاعد بمكان بس متفقين على التغيير في العراق بس كل واحد قاعد بمكان يتحدثون خارج هذا بعداء ولكن الجو العام النظام الكويتيين نجحوا في تسويق ضرورة إسقاط النظام في العراق وطبعا أيضا بمساردة السعودية ومساردة كل الإخوان في الخليج وقد يكون من حقهم لأن النظام اللي يقول لهم أطمئنه ماكو شيء لا أريد أدخل بهذا السجل أنا أريد أقول لك التالي أنا أريد أقول بشكل واضح أحنا أنا شخصيا انخدعت ودافع الحقد على النظام هو الذي جعلني أقبل بالدور يعني أغض النظر أنه أنا ألعب دور كومبارس عناوينها كبيرة اسمك النائب اسمك رئيس للنواب اسمك رئيس الوزراء بس في الحقيقة المخرج هو ريتشاردوني ريتشاردوني اللي يسوه قانون تحرير العراق ريتشاردوني ومن كتبوا الدستور الذي حضروا مؤتمر لندن يعرفون أنه إحنا للأسف ندري أو لا ندري قبلنا بأدوار تدمير العراق لا لا أكو عبارة أبي يزن خطيرة جدا أنت قلت يعني ما معنى لو لا حقدي على النظام لما مارشته هذا يعني ما اشتر قبلت ما قبلت صحيح بمعنى السياسة عندما تتحول إلى حاقد فأن خطواتك تقصر ولا يمكن أن تنجح وقالوها الوقاع على الأرض أيضا الآخرين كانوا حاقدين ولذلك أنت في بداية تقلت الشيعة ماذا فعلوا والشيعة والسنة ماذا فعل يعني هل إجدت هذه الطبقة محملة بأحقاد إلى حد أنها تريد أن تنتقم الصورة بهذا الشكل خلأ أكون معك كل شيء واضح أنا نعم الجميع جاء أسباب فشنة في إدارة البلد رغم أن المخرج طعنا شوية حرية بالبناء بسبب الحقد ولو تصرفنا كما تصرف الأكراد مع بعضهم من أين تولد الحقد هذا أبي يزن؟ تولد من ممارسة النظام أيضا كان قاسي في السجون على الطرف الآخر حسن النظام راح من أين تولد؟ أنت تتسعيني الحقد إلى أصل أنا نظام يأخذ أخويا من بيتي يعدم ويرجع شاب ابن عمره كم شهر ليش؟ وأخي الأصغر بس لأن أخويا شو نتعاملوا إياه؟ أنا من أين جاين؟ أخويا من 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 أ